بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحب بكم ابناء طلاب الصف الثاني تأهيل في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية حييكم الأستاذ عبدالله المالكي معلم تربية خاصة تخصص سعاق عقلية وعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم استخدام المتر في القياس استخدام المتر في القياس إذن نستخدم ابناء طلاب المتر في قياس الأطوال ولديه هنا كما تشاهدون مجموعة من الصور لأنواع القياسات أو أنواع المتر نقوم بتعريف المتر إذا كما ذكرنا هو وحدة أساسية لقياس ماذا؟ لقياس الأطوال إذن المتر هو الوحدة الأساسية لقياس الأطوال عندما أريد معرفة أو قياس طول فأني استخدم ماذا؟ استخدم المتر استخدم ماذا؟ المتر لديه هنا مجموعة من أنواع القياسات أو أنواع المتر لديه هنا المتر الخاشبي كما تشاهدون وأيضا المتر الحديدي وكل هذه الأمتار تستخدم في عدة مجالات وأيضا لديه هنا المتر الشريطي كما تشاهدون هذا هو المتر الشريطي ونستخدم هذا المتر أو يستخدمه الخياط عندما يريد أن نقوم بتفصيل الملابس يستخدم هذا المتر وأيضا لدي هذا المتر المطوي يستخدمه أيضا البناء وكذلك المتر الحديد يستخدمه البناء إذن هذه أبناء الطلاب مجموعة أو أنواع للمتر إذن لدينا هنا المتر الخشبي وأيضا المتر الحديدي وأيضا المتر الشريطي وكذلك المتر المطوي وكل هذه تستخدم لعدة مجالات كما ذكرنا المتر الحديدي يستخدم لعملية البناء وقياس الأطوال وكذلك المتر الخشبي يستخدمه بائع الأقمشة وأيضا المتر الشريطي كما ذكرنا يستخدمه الخياط عند التفصيل الملابس وأيضا لدينا المتر المطوي يستخدمه البناء في أعماله إذن جميعها تستخدم لماذا؟ لقياس الأطوال جميع هذه الأمتار تستخدم لماذا؟ لقياس الأطوال أحسنتهم إذن تستخدم لقياس ماذا؟ لقياس الطول وأيضا عندما أريد أنقيص طولي فإني استخدم ماذا؟ أحسنتم أيضاً أستخدم المتر لمعرفة طولي أستخدم المتر لمعرفة الطول في هذا النشاط من أي الطلاب أكتب الرمز المناسب لوحدات القياس الأطوال التالية إذن لدينا وحدات قياس ومن وحدات القياس هذه المتر ومن وحدات القياس ماذا؟ المتر وأيضاً السنتيمتر إذن هذه هي وحدات قياس ونريد معرفة الرموز لهذه الوحدات إذا لديه هنا وحدة الطول المتر ورمز الاختصار لها كما ذكرنا هي حرف الميم ميم اختصاراً لمتر وصنتيمتر أيضاً الرمز سيم ميم إذن سنتيمتر اختصار في الرياضيات نستخدم الرموز اختصاراً للكلمات كما تشاهدون لديه هنا المتر لديه هنا حرف الميم يعبر عن المتر وأيضاً السيم ميم تقرأ سنتيمتر اختصاراً لهذه الأطوال إذن الرمز المناسب لوحدات القياس الرمز المناسب للسنتيمتر كما ذكرنا سيم ميم أو سنتيمتر وأيضاً المتر حرف الميم كما تشاهدون إذن هذه هي الرموز المناسبة لوحدات قياس الأطوال إذن كما ذكرنا المتر وحدة القياس ماذا؟ أحسنتم لقياس الأطوال كيف هي قيص طولي؟ باستخدام ماذا؟ أحسنتم باستخدام المتر باستخدام ماذا؟ باستخدام المتر إذن المتر وحدة قياس الطول وحدة قياس ماذا؟ الطول عندما أريد معرفة طولي فأنا استخدم ماذا بنا الطلاب؟ أستخدم المتر أحسنتم إذن المتر وحدة قياس الأطوال والسنتيمتر أيضاً وحدة قياس الأطوال وإن شاء الله سوف نتعرف على المتر وكم يحوي سنتيمتر وما علاقة السنتيمتر بالمتر كما تشاهدون من الطلاب لدينا هذا المتر الحديدي وهذه التقسيمات كما تشاهدونها أمامكم لديه هنا مجموعة إذا كما ذكرنا الواحد متر عبارة عن مئة سانتي إذا بناء الطلاب كما تشاهدون لدينا هنا هذه الأرقام الصغيرة الموجودة على المتر الحديدي سوف نتعرف عليها إن شاء الله لديه هنا الأرقام من واحد إلى مئة سانتي إذا لديه هنا هذه الأرقام الصغيرة هي عبارة عن السانتي الأرقام الصغيرة التي تشاهدونها الأرقام الصغيرة التي أمامنا هنا ثلاثة الأربعة الخمسة الستة السبعة ثمانية تسعة عشرة إلى أن نصل إلى مئة تمثل ماذا؟ تمثل متر إذا مئة سانتي مئة سانتي تمثل ماذا؟ واحد متر مئتين سانتي اثنان متر ثلاثمئة سانتي ثلاثة متر وهكذا إذا ابناء الطلاب هذه الأرقام الصغيرة عبارة عن السانتي متر السانتي متر المتر الواحد يحتوي على مئة سانتي إذا لديه هنا كما تشاهد ابناء الطلاب لديه هنا الرقم مئة ثمانون تسعون هذا هو الرقم الذي أمامنا عندما نصل إلى هذا الرقم الرقم مئة مئة سانتي فهذا يمثل ماذا؟ متر واحد متر إذا مئة سانتي عبارة عن واحد متر إذن واحد سانتي أول واحد متر إذن واحد متر يوجد به مئة سانتي هذه ابناء الطلاب الصانتي من الصفر الواحد ومن هنا الاثنان إلى الثلاثة هذا واحد سانتي ومن هنا إلى هنا اثنان سانتي إذن هذا هو الصانتي مئة سانتي تمثل واحد متر مئة سانتي تمثل ماذا؟ واحد متر عندما أريد قياس الطول عندما أريد قياس الطول فإن لدي هذا القياس الجداري يثبت على الجدار منقوم بقياس الطول ومعرفة الطول لهذا الطفل الذي أمامنا إذن يبدأ القياس من بداية الصفر إلى كما تشاهدون قمة الرأس هنا إذن هذا هو طول الذي نقوم بقياسه من بداية الأرجل حتى قمة الرأس وأيضا لدي هذا الطفل هنا أيضا من الأرجل حتى قمة الرأس هنا وتحديده على المتر الجداري المثبت لدينا هنا إذن نعرف الطول بهذا الشكل وقياس الطول المتري للطالب إذن نبناء الطلاب أيضا سوف نتعرف إن شاء الله على الخطوات التي أمامنا ووجد قياس باب الفصل متبعنا الخطوات التالية سوف نقوم إن شاء الله بالتعرف على استخدام المتر لقياس الأطوال سوف نتعرف على هذه الخطوات وأيضا استخدام المتر في عملية القياس كيف نقوم باستخدام المتر في عملية القياس باتباع هذه الخطوات التي أمامنا الخطوة الأولى حدد بداية الشيء المراد قياسه إذن في البداية سوف نقوم إن شاء الله بتحديد الشيء المراد قياسه لدينا مثلا هنا الباب نقوم بتحديد الشيء المراد قياسه لديه هنا في هذا النشاط الباب ضع سهم على بداية الباب إذن سوف نقوم بوضع سهم على بداية الباب الخطوة الثانية حدد الرقم صفر على المتر إذن نقوم بتحديد الرقم صفر كما تشاهدنا في هذه الصورة بداية المتر هنا الصفر إذن نحدد الرقم صفر على المتر الخطوة الثالثة ضع الرقم صفر على بداية الباب أو الشيء المراهد قياسه ضع سهما على مكان بداية وضع المتر الخطوة الرابعة اقرأ الرقم الذي ينتهي به قياس الباب ثم اكتبه خطوة خامسة اكتب قياس طول الباب اكتب وحده القياس المتر سوف نقوم إن شاء الله بتطبيق هذه الخطوات عمليا الآن سوف نقوم إن شاء الله بقياس الطاولة عوضا عن الباب في هذا النشاط سوف نقوم باتباع الخطوات التي قراناها قبل قليل في البداية حدد الشيء المراد قياسه إذا لدينا إن شاء الله الشيء المراد قياسه الطاولة سوف نقوم بقياس هذه الطاولة التي أمامي باستخدام المتر وكذلك أيضا نحذر أبناء الطلاب من الأطراف الحادة للمتر إذن سوف نقوم في البداية نحدد الشيء المراد قياسه حددنا الشيء هنا الطاولة إذن نقوم أيضا بتحديد الرقم صفر الرقم صفر كما تشاهدون هو بداية المتر بداية المتر ضع المتر بهذا الشكل الرقم صفر على حافة الشيء مراد قياسه بهذا الشكل ومن ثم نقوم بعملية القياس حتى ينتهي الرقم الذي لديه هنا بهذا الشكل أبناء الطلاب ومن ثم الرقم الذي انتهى لديه هنا كما تشاهدون هو 70 سانتي إذن كان هذا هو قياس هذه الطاولة باتباع الخطوات التي ذكرناها قمنا هنا بقياس ماذا؟ بقياس الطاولة إذن نحدد بداية الشيء مراد قياسه قمنا بتحديد الطاولة الشيء مراد قياسه لديه هنا الطاولة وأيضا حددنا الرقم صفر على المتر كما شاهدتم وأيضا وضعنا الرقم صفر على بداية الطاولة وضعنا الرقم صفر على بداية الطاولة ومن ثم قمنا بقياس هذه الطاولة وكان قياسها كما شاهدتم 70 سانتي نقوم بتسجيل إذن لديه هنا 70 سانتي متر أكتب وحدة القياس المتر إذن وحدة القياس المتر هي ميم كما ذكرنا إذن هذه هي ابنين الطلاب كانت الخطوات لقياس أو استخدام المتر في قياس الأطوال سواء أطوال الطاولة أو الباب أو النافذة أو الغرفة إذن بهذا الشكل نستخدم المتر وفي الختام أشكركم ابنين الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته